سلام لبنات نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة دائما مع وصفات مطبخ أم عبد الرحمن لنجبت لكم حلوات جافة بالزيت رائعة جدا بنينة ومقادير قليلة وموجودة في كل بيت وسهلة في التحذير بإمكان أي وحدة تديرها خاصة مبتدئات البنات يقدروا يديرها تلقهوة الصباح وقهوة العصر حتى الزياف مليحة لحبها تجرب الوصفة ومعنيها غير تكمل الفيديو للأخير يلا مع بعض نبدأوا على بركتي الله في الوصفة بسم الله في بول عندي ثلاث بيضات رشة ملح كاس سكر الكاسة البنات أنا قدرت سكر تعقهوة حليب سكر عادي انتم إذا حبيتوا تديروا سكر ناعم لكم ذلك بالنسبة لما تحبش الحلاوة تقدر تدير نصف كاس فقط أي ثلاث بيضات النصف كاس سكر لأن الحلوة تعنا البنات سنغطسوها في المعجون كالطيب نلاحظي معي بالخلط الكهربائي خلطت السكر والبيض مليحة حتى تضعف الحجم وتغير اللون ثم نضيف كاس زيت نضيفوها البنات ونحن نخلطو بالبعطور غير بشوي ونفرغوها على شكل خيط كما راكم تشوفو هكذا تجيكم الخدمة سهلة وتنجح لكم الوصفة بعد ما نكمل كامل الزيت التاعي نضيف 2 ملاعق كبار معجون كما راكم تلاحظو معجون المشمش لذا يا البنات قد لكم لي ما يحبش الحلاوة تقدروا تديرو غير نصف كاس سكر في البداية ونضيفو 2 ملاعق كبار جوز الهند جوز الهند البنات يكون مبشور يعني ما ترحيوهش ماشي رقيق كامل نخلط بالبعطور كما تقدري تضيفي زيس دو سيتران مبشور الليمون او البرتقال لاحظي معي بعد ما تتخلط كامل المقعدين نستغنى عن البعطور ونحط الصفايا ونضيف كاس الكاس اللي كيلت به في البداية راح نكمل به كاس نيشاء او ميزينة او دقيق ذرة كل واحد كيفاه يسميها عندي باكي خميرة وهذا الباكي البنات بدأت منه فقط مص يعني باكي ونص خميرة 15 جرام في الباكي البنات 10 جرام نضيف الفارينة كما راكم تشوفو على حساب نوعية الفارينة نغرب الكل مع بعض ونخلط بالملعقة او بيدي لاحظي نضيف الفارينة تدريجيا البنات حتى تتلم العجينة وتكون طريع العجينة تعزية البنات دائما لازم تكون طريع حتى تلاسق في اليد هنا نضيف الفارينة نضيف الفارينة ونضيف الفارينة حتى تحصل على القوام اللي نحوس عليه لاحظي هنا هنا خلاص لاحظوا القوام سيطريب الزب حتى تتلاسق في اليدية هنا نضيفها في كيس بلاستيكي وندخلها ثلاجة حوالي 15 دقيقة فقط نشعل الفرن تاعي 180 درجة كي ندخل الحلوة التاعي نقصه 150 درجة ونعسها لاحظوا بعد مرور الوقت جبت الحلوة التاعي او العجينة التاعي وبدأت نشكل فيها نحكم كمية من العجين نشكلها على شكل حربوش لاحظوا البنات ونقطحها عيني ميزاني لازم الكريات كاملة يجيوك متسويين حاولي فقط يجيوك متسويين واللي عندها الميزان تحوز توزن تدير حوالي 25 إلى 30 قرام رايحين يجيوها متوسطين مهم كبار مهم صغر بالنسبة لي نعم والفا نخدمها تدرت فقط عيني ميزاني في كل قطعي البنات كما راكم تشوفوا نحاول نحربشها ونديرها على شكل هلال كما راكم تشوفوا طريقة سهلة وسريعة اي وحدة تقدر تديرها شكلها جميل جدا البنات هذه الحلوة مليحة لقهوة صباح وقهوة لاشية حتها للضيوف مثل ما توجد معاك مش راح تكلفك كما لحطي المقادرة قليلة وتشد مدة طويلة بعد ما نكمل العمر سنية الاولى راح ندخلها مباشرة للفرن عسوها هذه البنات مثل ما ستوجد حمار ملتح تزيد وشعلوها من الفوق فقط تأخذ اللون ذهبي فقط بعد ما نحيتها بردت تماما هنا حكمت المعجون حوالي 4 ملاعق معجون نضفت لهم 2 ملاعق كبار ماء الزهر وخلطهم مليح وهنا عندي قيس 10 الاف فقط البنات من الجوز الهند كفاتني كامل الكميات الحلوة اللي عندي نلاحظي نحكم حبات الحلوة التاعي نغطسهم مليح في المعجون والماء الزهر ونرمدهم في الجوز الهند كما ركيت لاحظي طريقة سهلة سريعة وبنينة بزاف خاصة ليحبوا ذوق جوز الهند نلاحظي هنا رح تحكملكم كميات قليلة فقط من الجوز الهند فقط يتغبر نلاحظي بهذا الطريقة رح نكمل كامل الحبات اللي عندي وهذا الحلوة هي البنات رح تجيكم تريع مهيشة حتى يتيبس ولو قاعدة مدة طويلة و اللي دارت العجينة تحا يلبنات تديرها يبسة اكيد الحلوة التحراح الجهاز شادة روحها ويبسة بعفقة الخطوات اكيد رح تنجحوا خاصة العجينة يلبنات لازم تديرها تتلاسق في اليد لاحظوا معي يا يلبنات و انا نخدم في الحلوة حطيت الحليب تاعي طيب البريس بعد ما كملت مباشرة استقهونا شربنا قهوة حليب مع هاد الحلوة والله يبنينا بزاف وخفيفة وعجبتنا و اكيد رح نعاودها عدة مرات لاحظوا معي هنا رح نقطع لكم محبة باش تشوفوا القوام تحاول خفها ما شاء الله لاحظي الهشاشة والطروة في نفس الوقت لاحظوا معي البنات ياريت كنتوا تقدروا ذوقوا باش تكتشفوا البنة اللي فيها والطروة هي البنات من برا طريعة من برا ومقارم شامن الداخل والله هاد الحلوات جده رائعة نتمنى تديروا ليجام وبرتاج مبيني الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة والآن مبقى لغير مقلكم جربوا الوصفة ودمتم في رعاية الله وحفظه سلام اشتركوا في القناة